بداية العام الدراسي يبدأ كثير من الطلاب مع ذويهم في التخطيط لإنجاز أفضل للعام الجديد وكيفية الاستفادة من الوقت بالشكل الأمثل يبحث الطلاب وذبوهم اليوم عن الوسائل والطرق الفعالة التي تساعدهم عن بداية مشرقة لعام جديد رسمين فيها الأمل لتحقيق كل ما يسعونا إليه نأمل من خلال هذه الفقرة أن نمنحكم المفاتيح الأساسية لرسم مخططات عامكم الدراسي الجديد وتعلم ما يلزم من المبادئ التي ستساعدكم على الالتزام بتنفيذها وحصد أفضل النتائج منها إن شاء الله مع المدرب التربوي المعتمد للمعلمين ومدير تخطيط البرامج بأكاديمية ارتقاء الأستاذ أحمد الرويني هنا في صباح بالقس في استيديوهاتنا صباح الخير والعافية صباح النور أستاذ عبد يان صباح نور أستاذ عبد يان أهلا صغرا فيك يعني إحنا الآن مع بداية عام دراسي جديد فإيش هي أهمية أن يخطط الطلاب لهذه البداية بداية العام الدراسي طيب الأول صباح الخير لكل مشاهدي قناة بلقيس شكرا على الاستضافة طبعا بداية العام الدراسي هو عمل وله أهداف إن الطالب يتفوق في الدراسة وأي عمل إن لم يخطط له فغالبا يعني حيؤدى بشكل سيء أو ممكن يفشل فيه الطالب فالحياة بشكل عام كل هدف بنسعى التحقيقه لازم إن احنا نخطط له والدراسة معروف إنه مشروع بيبدأ مثلا في شهر سبتمبر ينتهي في شهر مايو كل سنة وفيه أهداف محددة في مواد دراسية محددة وبالتالي التخطيط للنجاح في الدراسة شيء أساسي جدا وجدون التخطيط ممكن الطالب ما يحققش مستويات عالية من التحصيل أو من التعالي طيب أستاذ أحمد يعني لو نجي الآن للتفاصيل ما المهام التي توضع في مخططات العام الدراسي الجديد؟ يعني لو نتكلم عنها كنقاط جميل طبعا فيه أهداف تخص الدراسة ودي حتحتاج إجراءات خاصة بيها وفيه الأهداف الخاصة بالحياتي أنا كإنسان من الأهداف الخاصة بحياتي أنا كإنسان أنا بتكلم دلوقتي بإسمه الطالب يعني إنه عنده احتياج للترفيه فمش معنى أن الدراسة بدأت أنه لا يخطط للترفيه فكما أنه خطلت الدراسة يجب أنه خطلت الترفيه هذه جزئية الجزئية الثانية المهمة التخطيط لشعوره بالأمان وبالراحة سواء في البيت أو في المدرسة هذا أيضا جزء يحتاج إلى اهتمام لأن أحيانا الأباء والمعلمين بيقعوا في فخ أن الدراسة بدأت إذن لا التلفزيون ممنوع 100% العلعاب ممنوع 100% الخروج ممنوع 100% فطبعا ده شيء خطأ ده الغرارات العسكرية فهذا طبعا تصور وصحب الموبايل باجي لأنها يسمعونا الطلاب واللي يشتكوا لا هو لازم يتسحب الموبايل برضو بس مش شرط 100% وحسب السن يعني إحنا برضو لما بنعطي تعليمات طربوية أحيانا بيفوتنا أنه فيه فرق في العمر فنقول أن التعليمات من 1 إلى 10 طبقها أنت حتكون ممتاز طيب أنا ممكن الطفل الصغير للأقل من 6 سنوات أو 8 سنوات أصلا ونفروض ما يمسكش موبايل لا ساعة ولا نص ساعة لكن الطفل اللي فيه ثانوية في الجامعة أو الشاب اللي فيه ثانوية في الجامعة هو أيضا عنده مهام بيقوم بها على الموبايل والموبايل هو أداة تعلم وبتستخدم داخل الفصول الدراسية سواء الجوالات أو التابلتس يعني فبرضو دي نقطة مهمة أنه يراعى السن في وضع التصور سواء للوقت أو للأدوات اللي هيستخدمها نرجع للنقطة الأساسية أنه فيه جانب النفسي عند الطالب أن أنا أخطط لشعور كأب وكأم أنا بفترض أن حديثنا الآن أساسا للأباء والأمهات لأن غالبا ممكن الأطفال ما يكونش هما جمهور اللي يسمع القناة في هذا التوقيت يعني فالرسالة الرسالة الواضحة للأباء والأمهات أولا أن يخططوا لراحة الأبناء ومتعتهم كما يخططوا للدراسة لو افترض أنه بيخططوا للدراسة جميل هذا الكلام هذا الشيء مهم لأنه فعلا يغفر الأهالي التركيز دائما يكون على تحصيل العلم مما يشكل ضغط يعني على الطلاب كبير يشكل ضغط كبير وحاليا يعني الاتجاه العالمي في التعليم كله حاجة بيسمى السوشال امشنال ليرني أو التعلم العاطفي الاجتماعي يعني أخيرا بعد سنوات طويلة من التأكيد على الإجراءات الصارمة والتحصيل والحفظ وتعلم المهارات بدقة وجدوا أنه التركيز المفرط على هذه الأمور دون التركيز على مهارات التواصل والثقة بالنفس وتقدير الذات بيؤدي إلى انخفاض التحصيل في الدراسة وبيؤدي إلى تدني مستوى الطلاب فإحنا دينا بيحثنا على الاهتمام بالطف ما كان الرفق في شيء إلا زانة صح؟ فالتعليم ووضع الخطة ما يجيش بالإجبار وبالعنف ودي نقطة مهمة يمكن أتكلم عليها بعد شوية بس حابب أرأكد على أنه كما نخطط للدراسة يجب أن نخطط للراحة والمتعة والأمان وفيه جزء كمان اللي هو الأساسي الاحتياجات البولوجية زي الطعام، النوم، النظافة الشخصية، العبادات هذه الأمور برضو يجب أن تكون ضمن الخطة جميل طيب السؤال الآن كيف نعمل هذه الخطة عشان نضعها سواء كان أسبوعيا أو حتى شهريا نتحقق لنا هذه الأهداف اللي انتكرتها طيب أنا لي رؤية شوية مختلفة في هذا الموضوع إيه هي؟ إحنا مثلا عايزين نحكي عن وضع خطة شخصية فممكن أشرح عشر إجراءات لوضع خطة شخصية ولكن بعد ما حيسمع هذه الإجراءات ممكن يكون غير قدر على تنفيذها لأنه لم يتعلم كيف إضع الخطة فالنصائح المباشرة لها كأنه كأن الطبخ مثلا لو حد عايز يعلمك الطبخ فيه طريقتين إما كل طبخة يقولك تعالي ويعلمك الطبخة دي ومرة في مرة في مرة بعد خمسين ستين طبق مختلفين أنت بقى تفهمي أصول الطبخ هذه طريقة متأخرة يعني تاخد وقت طويل لكن فيه طريقة علمية إن أنا الأول أعلمك أصول الطبخ وبعد كده حضرتك بقى مع زي مهارات التقطيع مهارات التقطيع إيه الحاجات اللي تتحطى على إيه إيه الحاجات اللي تتسوى في النار إيه الحاجات اللي لازم تتاكل نية الأصول خلط الأشياء ببعضها أنا برضو ما فهمش في الطبخ فإذا تعلمنا الأسس ممكن بعد كده يعني القواعد الأساسية ممكن بعد كده نتعلم كل شيء فأنا ممكن دلوقتي أقول مثلا إدارة الوقت جزء من الخطة إدارة الوقت وأضع عشر نقاط لإدارة الوقت فممكن أقول مثلا إيه الطفل أو الطالب قبل ما يدخل ينام لازم خطة بكرة تكون مكتوبة من اليوم يكتب غدا سأفعل واحد اتنين ثلاثة مش يسيبها لتاني يوم ده جزء فعال ومعروف وممكن أقول لك أنه يصحى بدري لازم يصحى بدري يصلي الفجر يحط يشوف اليوم حيمشي إزاي يشحن نفسه معنويا الاستيقاط مبكرا فعلا يروح المدرسة هو هادي نفسيا هو هادي ميش مستعجلين عشان يلحقوا الباص فعلا تكون حالة نفسية مشكلة جيدة صحيح وعلشان يصحى بدري لازم ينام بدري أيها عارفين فيه كتاب مشهور عالمي مألفه روبين شارما اسمه The 5 AM Club نادي الخميسة صباحا بيحكي عن الناس الأكثر نجاحا ومعظمهم رجال أعمال نجاحين جدا الاستيقاط مبكرا ساعة خمسة الصبح كأنه روتين متفق عليه عند الغالبية العظمى من هؤلاء لي من هؤلاء النجاحين طب ما إحنا في دينا المفروض أن نحن نصحى بدري عشان نصلي الفجر والوقت يقولون يعني أنه ما فيهوش نفاق والهوى نظيف ونستعد للايه لليوم فدي برضو من ضمن التعليمات من ضمن التعليمات إدارة الوقت أيضا نحن نضع أولويات فيه شيء أهم من شيء الشيء العاجل الشيء اللي مش عاجل الشيء شديد الأهمية يعني لو فيه مادة اختبارها بعد شهر أو ثلاث أسابيع غير مادة اختبارها بعد ثلاث أيام لو فيه مادة لازم أذكرها كل يوم زي الرياضيات علشان مهارة صغيرة مع مهارة صغيرة بفعش أراكم أربع خمس دروس رياضيات حيث من شيء صعب جدا يمشي الأمر فترتيب الأمور حسب الأولوية مهارة من مهارات إدارة الوقت لكن فيه جزئية تانية هي أكثر أهمية أنه بدل ما أقوله إدارة الوقت بالطريقة دي واحد دين تلاتة أربعة خمسة لا أنا عايز أعلمه إدارة الوقت عايز أعلمه إدارة المشاعر عايز أعلمه وضع الأهداف عايز أعلمه وضع خطة شخصية عايز أعلمه التقييم الذاتي صح؟ عايز أعلمه أشياء كثيرة لو كل مهارة من هذه المهارات خصصت لها وقت وعلمته له حستغرق سنوات علشان الطفل ده يتعلم مهارات أساسية جدا لكن فيه منحة آخر هجلوا شوية لو هتسألوني في شيء وأقوله لكم أنا أرى أنه أفضل يعني أنت يا أستاذ أحمد تتكلم عن أشياء مش بس تفيده على مستوى الدراسة يعني تفيده حتى في حياته في خلال مراحل عمره المختلفة حتى لما يكبروا هذا كلام جميل طيب ما هي أفضل الأدوات مثلا أو التطبيقات ونحن اليوم في زمن التكنولوجيا اللي ممكن تساعد الطلاب على تنظيم الوقت طبعا هو التطبيقات بالمئات يعني اللي يدخل على البلاي ستور أو الأبل ستور محن الفكرة الوحيدة يحتار يعني فأنا شخصيا لا أحبذ استخدام التطبيقات على الموبايل في تنظيم الوقت للطلاب لأن أنا أصلا أريد موبايل عن إيده صح ممكن هذا الشيء يقع تضارب في الموضوع الحاجة التانية استخدام الورقة والقلم والطريقة التقليدية في الكتابة والشخبطة والتخطيط ورسم الخرايط وتحديد جدول زمني ده بيزيد مهارة الطالب أصلا في المعالجة العقلية وبيزود الوصلات العصبية في دماغه وبيزود قدرته على التفكير ده ممكن نعمله مع طلاب بداية من الثانوي للجامعة لكن الأطفال الصغار اللي في الابتدائي والمتوسط أصلا خطأ أن أنا وهما دول يمكن إحنا مهتمين بهم أكثر إحنا بنزرع من الصغر يعني شايف أنه خطأ أن أنا أربطه بالموبايل علشان ينظم الوقت زي جدول الضرب نحن ممكن طفل الصغير منه عنده سبعة سنين تمان سنين نديله ألا حسبة صح؟ تكنولوجيا هتسهله كتير ولكن إعمال عقلي مفيش تشغيل الذاكرة مفيش القدرة على معالجة الأرقام بعد كده بتكون ضعيفة جدا فالصح إيه؟ أن أعلمه جدول الضرب ومنطق جدول الضرب وبالتالي لو قبلته حسبة معقدة وما معهوش ألا حسبة هيقدر يعملها لاحقا فبنفس المنطق ده أنا مش أعطيله تطبيق وأقوله التطبيق ده يساعدك في تنظيم وقتك الطفل الصغير لا أنا أعلمه يمسك الورقة والألم ويخطط بالمسطرة ويقول من الساعة خمسة للساعة ستة صحيان وصلاة الفجر وورد الصباح والورد القرآني مثلا أذكار الصباح من سبعة لثمانية ممارسة بعض الرياضة والفطور دخول الحمام أو أن ياخد شاور أو ياخد دوش وبعد كده من المدرسة من الساعة كده للساعة كده وبعدين يرجع فيه صلاة العصر ينظم الوقت بإيده هذه هي الطريقة اللي هتعلمه أولاً هتشغل مهارات التخطيط في دماغه قدر على التخطيط ترتيب الأولويات لكن التطبيق بيريحه من كل ده فهيبقى في عنده كسع العقلي فأنا لا أحبظ أصلاً ولا أنصح بموضوع التطبيق فعلاً هو أصلاً حماية للتشطط فكرة أن التلفونات أحياناً تخلينا نروح أحياناً وننسى أننا جايناً نشوف التطبيق هذه أيضاً أحد المشكلات طيب بالنسبة للفكرة اللي أنت ذكرتها التوازن ما بين يعني الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الرياضية وغيرها مع الدراسة كيف نعمل هذا التوازن وكيف يخطط الأهل لهذه الأنشطة؟ جميل طيب ده حيخليني أروح للأسس اللي أنا أعايز أتكلم عنها ومنها نطلع لهذه الجزئية إحنا لو عايزين نعلمه هذه المهارات التخطيط الشخصي وصياغ لازم يصيغ هدف ولازم يحط جدوى الزمني ويدير الوقت ويتابع نفسه بنفسه في أسس طربوية يمشوا عليها الأهل أولا أولا يجب أن يكون هناك حوار بين الأب وأبناء وحوار هادئ متزن لطيف في جو حل هذه الكلمة اللي مش موجودة يعني عند العائلات خاصة الحوار الهادئ دي بنقصان مع الطلاب مستحيل لازم العصة لازم وسائل الترهيب هذه إحنا برضو يعني من خبرة طويلة في مجال التدريس برضو بيجي لنا أو كان يجي لنا في المدارس طلاب هذا الشكل لكن إصرار المعلم واتساقه في أنه ما يتعصبش لأن أولا يتعصب خلاص الطفل أو الطالب بيعرف ما تخل الأستاذ بيستفزه فبرضو الأب لو على طول بيتعصب ما بيسمحش أنه يجادل أو يناقش فالأولاد حيستفزوا حيعرفوا إزاي يخرجوا عن الحوار ولا يكتمل لكن موضوع بيحتاج صبر ودي أنا دايما حتى في فيديوهاتي حضرتك كنت أستاذا كفاح قالتني بتشافت الحاجات دايما بنصح بالصبر التربية صبر شوفي حضرتك لو حبيت تغيير عادة وتكتسب عادة جديدة هل هو أمر سهل؟ لا ياخد منك وقته طويل ياخد منك صبر وإنت كبيرة وعرف أهميتها ومدركة نقاط قوتك وضعفك جيدا فما بالك بالطفل الصغير صح علشان تغيير عادات الطفل لازم نصبر عليه شوي طيب فخليني أأكد على شيء أولا علشان بدل ما أعلمه إدارة الوقت الوحده والتنظيم الذاتي الوحده وأعلمه التخطيط الوحده لا أنا أعلمه مجموعة المهارات والعادات العامة الأساسية فأعلمه مثلا إزاي يدير مشاعره هذه أساسية جدا علشان ما يتعصبش مع أمه ما يتعصبش على أخته ما يتعصبش في الفصل ما يتعصبش مع المدرس فيتعلم مهارات إدارة المشاعر أعلمه عادة الاستيقاظ مبكرا طب هو هتعلمها لوحده لا لازم أنا أصبط المنبه وصحى وصحي طب هو بيرفض أو الصحيان صعب لازم أقنعه عشان كده بنرجع لجزئية الحوار فالأهم والأولى من أن أنا أمسك أربع خمس وراءات فيهم نصائح إدارة الوقت أني أهتم بغرس العادات الإيجابية داخل المنزل والعادات الإيجابية دي عادات في التفكير أنه إحنا إيه ما نحكمش بسرعة طب نتكلم الأول طب كل واحد يقول رأيه طب نسمع أراء بعض طب الرأي دا ليه ضعيف والرأي دا ليه قوي فنضع هذه الأسس في البيت الحوار لاستناد إلى العقل المرونة يعني لما الأب أو الأم تغير وجهة نظرها لما تسمع فكرة جميلة من الإبن مثلا أو من البنت دا بيرسخ عند الإبن والبنت والله مش لازم أتشبث برأيه فهذه عادات في التفكير وقناعات والنمي عنده برضو الثقة بالنفس من أهم الأشياء في تربية الطفل علشان يبدأ يخطط بعد كده لاحقا أن أنا أعطيه خيارات وأمنحه المسئولية أقول له إحنا مثلا هنخرج في مكان في نهاية الأسبوع مش شرط أنا اللي كل مرة أقرر المكان اللي هنخرج فيه بالعكس المفروض هم اللي يقرروا الولد مرة يقرر البنت مرة تقرر الأم الطفلة التانية علشان يعرفوا أنهم لهم أصحاب خيارات وأصحاب قرارات داخل البيت فيهتم الأباء والأمهات والمعلمين أولا بتعليم الأبناء أشياء أساسية جدا أذكرها لكم أول حاجة إدارة مشاعرهم لازم يهتموا ولازم الأباء والأمهات والمعلمين يكونوا بيديروا مشاعرهم علشان يعرفوا يعلموا الأبناء والأمهات هذه مفتاح يعني نقول مربط الفرس هذه النقطة أساسية هذه الجزئية الجزئية التانية فيه حاجة اسمها تعلم كيف تتعلم يعني لو أنا علمت ابن ودي يعني أنا جربتها مع أبنائي طبعا نجحت بدرجات متفاوتة وللحق لا أقول أن هي نجحت بدرجات متفاوتة نتيجة التفاوت الكبير بين الأبناء لا والله هي نجحت بدرجات متفاوتة نتيجة تفاوتي أنا في الاهتمام اللي اهتمت بي وقعدت معها أكتر وعطت وقت أكتر وصبر أكتر اهتم أكتر فحصل عنده تعلم القدرة على التعلم الذاتي طيب إيه اللي يحصل بقى وعلى فكرة فيه كورسات على الإنترنت بس أنا أوصي المعلمين والمدارس أوصي المدارس والبيوت أن فكرة تعلم كيف تتعلم دي يكونوا حرسين على تقدمها للأولاد يخصصوا لها حصص في بداية العام الدراسي ليه؟ لأنها هتفرق مع المعلم تخيالي معلم عنده الطلاب بيعرفوا إزاي يذكروا يعني أو يدرسوا درجاتهم هتكون أحسن حيشعروا بالثقة في أنفسهم وهكذا فمهار التعلم كيف تتعلم مهمة جدا إدارة المشاعر مهمة جدا نزود ثقة الأبناء بأنفسهم وتقدرهم لأنفسهم يعني ممكن هذا يعالج مشكلة شرط الطالب اللي ما يرضى يذاكر ده يعالج كل المشاكل عنده الطلاب في أهالي يتعبوا علشان يقنع ابنه أنه يحل الأسئلة أو ينهي الواجب طبعا هي المقاومة لا نستطيع أن نقول أن هناك حل يعني يقضي على هذه المقاومة هذا شيء فطري عند الكبار والصغر أنا أعترف بهذا أنا برضو دايما مع فكرة الاعتراف يعني ما يبقاش في حاجة موجودة بالفطرة في كل الناس بدرجات وإحنا عايزين نلغيها مع هذا الطفل إذكار يعني لا إحنا زي نتعامل معها الفكرة أنه زي نتعامل معها لو كتير من الأمور اللي بيرفضها الإبن إذا أمر بيها بيقبلها إذا حوّر أو حوّر يعني تم الحوار معه أو تم التحور معه بشأنها كتير من الأشياء اللي بيرفضها الطفل لما تقوله افعل هذا لو قلت له أمامك أربع خيارات ومش فيهم هذا الشيء أو فيهم هذا الشيء ممكن هو بنفسه يختار هذا الشيء وكتير من الأشياء اللي بننهاهم عنها تقوله ما تعملش كذا هو نفسه يعمل فبيقاهم لكن لو أنا أعطيته ثلاث خيارات مغرية ما فيهاش هذا الشيء ممكن ينساه ويتلاح عنه طيب ختاما أستاذ أحمد يمكن إحنا تكلمنا بإسهاب عن الطالب وعن أسرته الأب والأم لأننا نتكلم بشكل ثريع عن المعلم نفسه كيف يمكن للمعلمين على أنهم يدعموا الطلاب في تنظيم هذه المهارات اللي أنت تكلمت عنها منها مهارة تنظيم الوقت جميل طبعا سؤال في غاية الأهمية لأن الطالب بيقضي في المدرسة 8 ساعات يمكن مع معلمين وأكثر من أمي وأبوي أولا المعلم نفسه لازم يكون قدوة لأن فيه حاجة اسمها الرول بلاي أو الموديلين أنه هو بينمذج الحاجة يعني مثلا لو رحتي للطبيب وهو بيدخن وقال لك التدخين ضر جدا بالصحة هو نفسه طبيب فقط مصداقيته صح؟ صح فالمعلم اللي يأمر الأولاد بتحكم في مشاعرهم أو بتنظيم وقتهم ما بيعملش ده فقط مصداقيته فأنا أوصي المعلمين بأن يهتموا بتعليم أنفسهم المهارات الأساسية التي يسعون إلى تعليمها لطلابي هذا خط الأساس عشان يكون لهم مصداقية رقم واحد وعشان يكون عندهم القدرة على الإقناع والتدريس بشكل فعال فيه بقى إجراءات عملية تيجي بعد كده إن المعلم في خطته يعني مثلا أنا مدرس علوم عندي أهداف لمادة العلوم لكن لو أنا واعي بدوري كمعلم هيكون عندي أهداف قبل العلوم وأهداف بعد العلوم إيه هي أن الطالب هيعرف يذاكر هذا الكلام ولا لا عنده العادات السليمة ولا لا فأخصص وقت من حصتي ومن تعاملي مع الطلاب سواء داخل الحصة أو في وقت الاستراحة أو في المناوبات إني أراقب الطلاب وأعرفهم هذا من الأمانة في التدريس إن المعلم يعرف طلابه يعرفهم كبشر كبني أدمين يعرف إيه مشاكله فده مثلا عنده تلعثم في الكلام فبيخاف إنه هو يتكلم أمام أصدقائه فده يعوق التعلم عنده لو المعلم ساعده إنه هو يكتسب الثقة في نفسه شوية شوية هيبدأ يعبر عن نفسه فيبدأ يتعلم أفضل طيب فيه طالب عنده مشاكل نفسية في البيت مثلا فيه مشاكل أسرية أو شيء لو الطالب وجد في هذا المعلم أو المعلمة يعني احتضان وعلاقة فيها ثقة هيبدأ يعوضوا شوية عن المشاكل اللي حصلة في البيت فعلا هي مشكلات كثيرة يتعلم دورها الطلاب دور المعلم مهم جدا ونشكر يعني يعني المعلمين في اليمن للأسف الأوضاع اللي بيمروا فيها المعلمين سيئة جدا لكن مع ذلك هم حاضرين وبيحاول بكل ما يستطيعوا أن يقدموا يعني أو يساعدوا في العملية التعليمية سعدنا بهذا اللقاء معك أستاذ أحمد أستاذ أحمد نصائح في قمة الروعة نتمنى للأحالي كانوا استفادوا منها شكراً لنتواجدك معنا في صباح مركز يعطيك ألف حكس